اه اذا نكمل اتطرقنا في دو فيديو اتطرقنا الفيتامين الدي والاهمية دياله وقلنا باللي تعرض لاشيعة الشمس هو امر واجب في هاد المرحلة اللي احنا كالتازمه بالمقود في المنازل ديالنا الان عادي نشوفو بعض بعض الاسباب اللي كتخلي الجسم فيه نقص من فيتامين دي اه هنا امامي مثلا البشرة البشرة على حساب البشرة البشرة لكن تسوداء مثلا تتحتاج لاشيعة الشمس بوفرة يعني يخص الانسان يتعرض الكمية وافرة وكافية من اشيعة الشمس بعكس البشرة اللي كتكون فاتحة اللون يعني ان هاد الاشيعة الشمس يعني تدخل بسلاسة كذلك اه كنعرفو مع 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 السن ومع الكبر اه الانسان يبلغ من الكبر يعوتية مثلا مع الكبر ومع السن الفيتامين دي كيقلال الامتصاص ديالو ليش بس لان المستقبلات ديال هاد الفيتامين على مستوى الامعاء هاد البيبان لعدي يخليه فيتامين دي يدخل كيقلالو واخا هاد البيبان هاد العبارة ماشي صحيحة ولكن تتقربنا للمفهوم العلمي يعني هاد البيبان اللي عايز محو بفيتامين دي يدخل كيقلالو مع مع العمر مع السن اه كذلك نقدروا لقاو هاد المشكل عند ناس اللي ما كبارش في العمر اللي عندهم مشاكل في الامتصاص يعني الناس اللي عندهم مثلا الحساسية من الجلوتان او امراض ديال الجهاز الهضمي لما ندخلوا في التفاصيل هاد الناس تكون عندهم هاد المشكل ديال الامتصاص فيتامين دي كذلك تحدثنا على الام او المرأة المرضع المرأة المرضع اذا حاشيات الجانين كياخدن عند الام ديالو والام لازم الام لازم تاخد فيتامين دي في هاد الفترة اللي هي ماكتة في المنزل دياله كذلك اه بعض الاشخاص عندهم مشكل في امتصاص الدهون فيتامين دي الامتصاص ديالو تحتاج للصفراء الصفراء كيفرزها الكابيد تخزان على مستوى واحد البنية الافيزيكو البلياغ هاد البنية تتعطينا الصفراء اللي كتسهل عملية هضم دهون بما فيها احمد بما فيها دهون تولاتية دهون او دهون غير مركبة اللي مونوغليسيريت بار اكزامل لما ندخلو في هالتفاصيل يعني كاي من ناس اللي عندهم مشكل ديال الهضم ديال دهون وبما فيهم فيتامين دي شفنا في تكوين مراحل تكوين فيتامين دي ان المكون تكوين تمر من الكابيد ثم ينتقل الى الكيليا في بعض الاحيان تكون الانسان عنده مشكل في الكيليا فالخدمة ديال الكيليا اذا تكون نقص فيتامين دي كذلك الناس اللي ناس اللي كيتحركوا بالسيارة مكيتعرضوش الاشيعة الشمس وخات يخرجوا للمقر لعمل ديالهم مكيتعرضوش الاشيعة الشمس حتى هما تكون عندهم نقص فيتامين دي الناس كذلك الناس كذلك اللي كي ياخدو الادوية اللي كتهبط من الكوليستيرول الادوية اللي كتهبط من الكوليستيرول وكنعرفو بلي الكوليستيرول هو نقطة البدء في تكوين فيتامين دي يعني فيتامين دي كتكون بوحد الكمية غير وافرة كذلك الناس اللي كيخرجوا الاشيعة الشمس وكيتعرضوا الاشيعة الشمس لكن كيلبسوا البيسة اللي كتمنعهم من صناعة الفيتامين دي قلنا في الفيديو الاول والتاني لازم الايدي والارجل يكونوا معرين ماشي كنقولو الناس تعرفوا في الزناقي ماشي هذا هو الرسالة ديالنا ولكن الانسان اعتدر الانسان يحاول ما امكن يتعرض الاشيعة الشمس بكمية كافية في المنزل دياله ولا في المناطق اللي مفيش السكان بزاف يعني يحاول يلقى اماكن اللي ياخد فيها اشيعة الشمس خصوصا النساء خصوصا النساء اه بعض هنا بعض الاسباب اللي لقيتها على الانترنت كذلك بعض الادوية مثل الانتبيوتيك مضادات البكتيريات بكتيريا كذلك التغابي يعني العلاجات التي ترتكز على الكورتكويدات الناس اللي كي ياخدوا بالساف ديال الكورتكويدات يعرفوا على المادة الطاوية الكورتكويدات عندهم اعراض جانبية خيبة الناس اللي ياخدوا الكورتكويدات كذلك يكون عندهم نقص فيتامين T اه تكلمنا على المشكل في الكابيد يعني حد الصناعة دي الفيتامين D تتمر من الكابيد والكرية يعني لك المشكل في الكابيد يعني كتكون فيتامين D نسبة قليلة وكذلك امراض المتصاص لا داعي اللي ندخلو في التفاصيل امراض المتصاص رمعروفة نذكروا المرض اللي كيعرفوه هكي عن الناس اللي عندوا علاقة بالغلوتان غلوتان هو واحد البروتين كي يكون في القمح اه نقدروا نقولوا الناس خدوا الشاعير فيه سكر اقل وسكر الشاعير هو احسن من السكر اللي كان في القمح خصوصا الناس اصحاب السكري الاخطر الان هنتكلموا على الاخطر هاد النقص الحاد او غير الحاد دي الفيتامين D شنو كيترتب عليه وهذا الشيء اللي عادي نشوفه الان اشتركوا لكم شكرا